موسيقى مجز لأهم الأنباء أهلا بكم بداية أعلنت وزارة والفلاحة والتنمية الريفية اليوم عن رسل أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح ضد أنفروز الطيور الوزارة وفي بيان لها أكدت أن تلقي حضد أنفروز الطيور يأتي كتكملة ولا يمكن أن يحل محل القواعد الاحتياطية للنظافة الواجب اتخاذها وكذا حسن تسيير تربيتي الدواجا والتدابير الخاصة بحماية هذه الثروة سجلت المصالح وتقنية للشركة الوطنية يقول لأن نقل بسكك الحديدية اليوم الأحد حادثا تقنيا على مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة وحسب بيان للشركة فحركة قطارات الضاحية ما بين الجزائر العاصمة وكل من أثنية زيرالدا العفرون وتيزي وزو ستشهد اضطربا مؤقتا خلال نهر اليوم لقي شخص مصرعه اليوم وأصيب أربعة آخرين في حادث مرور بوليتي الجلفة الحادث تمثل في استدام مباشر بين سيرتين للوزنية الخفيفة بالطريق الوطنية رقم 46 بمنطقة فريتيسة باتجاه بلدية القديد أبدأ الروائي واسين الأعراج رضاه عن يتجسيد المسرح لروايته نساء كازانوفا مشيرا إلى أن أليات الاقتباس التي وظفها الكاتب المسرحي محمد دملياني مولاي وأخرجها على الخشبة علي جبارة أعطت روحا جديدة في شخصيات الرواية واحتبر وسيني على هامش العرض الشرفية للمسرحة بقاعة الأطلس المسرحية مكسبا حقيقيا للمشهد المسرحية في الجزائر باعتبارها نوعا من الكوميديا السوتاء موسيقى إذا تلقاوا هذو ثلاثة ستدين النص الأصلي والنص المقتبس والإخراج الجيد طبعا والإضاءة والذيكور نعم لسينيغرافي هذا كله إذا تناغمت فيما بينها ستدون كيكشوز في موند تخيبو وأنا فعلا كنت مبسوط حقيقة نشوف في المسرحية ونتخيل في الشخصيات باوا في شخصيات متطابقة في شخصيات تخر شوية إلى آخر موسي باوسي لأن المسرح هذا هو المسرح من حل لآخر لازم يعطي لمع مثلا شخصية الرجل الدين الإمام في الرواية البلوكاغي منضبط في المسرحية لا خرجوا على هذه الدائرة وصبح مفتوح أكثر سيبيا وفق مجلس السلم العالمي بالإجماع على عضوية الصحراء الغربية في المجلس وإنضخاب ممثلها كعضو في لجنة تنفيذية وأكد مجلس السلم العالمي في البيان الختمي الصادر عن دورة الثانية والعشرين لجمعيته العامة المنعقدة في العاصمة الفيتنامية هانوي من 21 إلى 26 والعشرين نوفمبر دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة إلى شنية رياضية حيث اقتطع المنتخب الفرنسي تشيرة للعبور إلى دورية 16 من كاسيا العالم بعد الفوز المحقق أمام دنمارك بثنائية لهدف واحد المباراة شهدت عن تألقي المهاجم الفرنسي مبابي الذي سجل ثنائية في المواجهة بالمقابل قد قاد أقول النجم اليونال ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق انتصار ثمين أمام المكسيك بهدفين دون رد ختم المجرس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر